نعم هي وزوجها وطفلتها هنانو طفلتها أزرق نعم طفلتها بارم أعطني الأمر كي أقتلها هنانو وهي تبتسم لا فهي ساحرة متمكنة عاشق نورة لن تستطيع مقاومتنا جميعا ولن يستغرق الأمر أكثر من ثوان لقتلها هنانو وهي تشير إلى شيطان ألف هرم والذي كان متقرفصا عند ركبها أحضر الطفلة أزرق بقلق ماذا تفعلين يا هنان أنطلق شيطان الحرم بسرعة خاطفة وخلال ثوان كانت طفلة أرميس بين يدي هنانو الواقفة عند أسوار المزرعة لان تقضى إريتار عصا ثوان حتى سمعت هنان وعصبتها صراخ أرتميس وهي تبحث عن طفلتها في المني وخلال صراخها طلبت هنان من أزرق الذهاب إليها والتحدث معها بالفارسية وأن يشرح لا أم الطفلة معهاء وتطلب منها الخروج بهدوء دون مقاوم أزرق بقلق هل ستؤذين الطفلة يا هنان هنان وهي ترفع الطفلة وتحدق بها مبتس لتأخرية أزرق ونفذ ما أمرتك به تشكل أزرق بهيئته البشرية ودخل من أرتميس وبعد دقائق خرجت مع زوجها آزاد وهما يصرخاني مهرناز مهرناز هنان تخرج خنجرا وتضعه عند عنق الطفلة وتقول بالعربية وهي تبتسم توقفا ولا تقترب أكثر لم تفهم أرتميس كلام هنان لكنها توقفت مع زوجها عندما رأت نصل الخنجر عند عنق طفلتها خرج أزرق من من أرتميس وعلى وجهه القلق الشديد ليرى أرتميس تتوسل بالفارسية لام هنان وهي تضحك وتقول لعصبتها هل هذه هي طريقة الفرس في التوسل رقى مين عاشق نورة وهو يبتسم لا أعرف فلم يتوسل لي فارسي من قبل ضارم وهو يزجر بغضب متى نقتلها ونأخذ بثأر خود هنان أقتل زوجها أولا أريدها أن تراه وهو يموت أنطلق ضارم بسرعة خاطفة بعد كلام هنان ليطير رأس آزاد في الهواء وسط صرخات أرتميس التي كانت تقول من أن ولماذا تفعلين ذلك هنان وهي تضحك وتوجه كلامها لام أزرق ما الذي تقوله تلك الساقطة أزرق بوجه متجهم كفاعب أنيا هنان واقتلها هنان وهي تصرخ فيه أزرق أخبرني ماذا تقوله شيطان الهرم وهو يبتسم تقول من أن ولماذا تفعلين ذلك هنان وهي تبتسم يبدو أننا سنستغني عن خدماتك يا أزرق في فك هرطقات الفرس أزرق بوجه صاخط ومتجهم هنان عاشق هل يمكنك تقويضها كي لا تستخدم طلاسمها عاشق نورة الأمر سهل إذن لم تقاوم هنان وهي تنظر إلى أرتميس الباكية لم تقاوم وطفلتها بين يديا أنطلق عاشق نورة وربط أرتميس وقوض حركتها زرخر سارت هنان حتى أصبحت فوق رأس أرتميس مباشرة وقالت هل تذكرتني الآن شيطان الهرم يعيد كلام هنان بالفارسية أرتميس وهي تبكي وعينها على طفلتها لا أرجوك لا تؤذي طفلتي شيطان الهرم يعيد كلام أرتميس بالعربية لام هنان هنان بوجه صارم محدقة باع أرتميس لقد قتل خود وهشمت رأس ربوح وشاركت في قتل رتيكة والشياطين لا تملك شفقة أو روح خصوصا لساقطة مثلك نحرت هنان الطفلة أمام أرتميس التي بدأت بالصراخ بجنون ولم يضاه صراخها إلا صرخة أزرق في هنان بقوله ماذا فعلت هل فقدت عقلك هنان وهي ترمي بجسد الطفلة ورأسها على الأرض وتجأ عنده رأس أرتميس مبتس أنا لم أاتي هنا كي أصفح عن أحد أمسكت هنان بغرة أرتميس البيضاء وشدتها إلى الخلف ليبرز عنقها أمام نصل خنجرها الذي أنقى عليه بسهولة حتى فصل رأسها عن جسدها رفعت هنان رأس أرتميس عاليا وسط صرخة عصبتها ألاك ميم وعويلهم وهي تحدق باء أزرق المفجوع مما يرى وقالت أين مكان الساقطة التالية أزرقوا أزرقوا وعيناه غارقتان بالدموع لقد فقدت عقلك هنان وهي تصرخ شفا فتب سم ممعم الرقصة الأخيرة دخلت جريرة على زوجها وهو يطعم طفليها وقالت له سوف أخرج إلى السوق لشراء بعض الحاجيات كي نستعد لعرضنا في حفل الزفاف الليلة رخو بز رأسه بالموافقة جريرة هل أتفقت مع جارتنا كي تعتني باء جهير وو بوران رخو بفارسية ركيكة نعم قالت إنها ستمر لأخذهما في المساء جريرة جيد سأكون وقتها قد عدت كي نستعد ونذهب إلى الزفاف رخون يبستم جريرة تبتسم وتخرج من المني متوجهه إلى السوق أمضت جريرة أقل من ساعة في السوق وخلال عودتها اعترض طريقها شاب وسي وبدأ يمشى بجانبها وهو يبتسم جريرة وهي تبتسم لا تضيع وقتك فأنا متزوجة الشاب الوسيم مبتسما ويسير بجانب جريرة جريرة وهي تبتسم يبدو أنك مجنون ترف ميم لا مطاط عم استمر الشاب بالمئي خلف جريرة حتى وصلت إلى عتبة منها جريرة وهي تلتفت إليه إرحل وإلا أخبرت زوجي كي يلقنك درسا قاسيا الرجل الوسيم وهو ما زال مبتسما ويحدق باء جريرة جريرة وهي تدخل منزهة كما نشاء دخلت جريرة المنى وأخبرت زوجها بالرجل الذي كان يلاحقها فخرج ونية يده همزة لكنه لم يرى أحدا جريرة وهي تنادي على رخو من عتبة الباب يبدو أنه رحل أمس أمرها ونستعد لزفاف الليلة عاد الاثنان إلى المنى وبدأت جريرة وزوجها بتغيير ملابسهما جريرة وهي تتيل بلباسها الجديد ما رأيك بفستان الرقص هذا رخو بفارسية ركيكة هل كان غاليا جريرة هذا كل ما يمك رخو وهو يبتسم أنت من جعلت الفستان جميلا وليس العكس جريرة وهي تبتسم لسانك المعصول هو ما ينقذك دائم من صختي رخو يبتسم ويضبط أوطار آلته ألف موسيقية صوت طرق على الباب جريرة يبدو أنها جارتنا أتت لأخذ الصغار افتح لهاية رخو فأنا مشغولة بالفستان توجه رخو إلى الباب وفتحه وبمجرد فتحه للباب طار رأسه في نيم لام مطاطع من الهواء وبدأت دماؤه تفور من عنقه حتى بعد سقوطه على الأرض صرخت جريرة صرخة أيقظت طفليها الذين بدأ بالبكاء جريرة وهي تندفع نحو جثة زوجها رخون رخون وقبل أن تصل إلى جثته دخلت هنا وعصبتها عليها وبمجرد رؤيتها لهم أعادت أدراجها بسرعة وحملت طفليها من مطجعها واحتطت ههما بقوة وقالت من أنتم وماذا تريدون هنانا باستهزاء هل جميع ساقطات هذه العصبة أنجبنا أطفالنا شيطان الهرم هل أمسها هنان تبتسم لنتظر لنرى ماذا ستفعل جريرة تن على ركبتيها وهي تحتضم طفليها بقوة وتبكي بارم وهو ينظر إلى جريرة لا يبدو أنها ستقاوم عاشق نورة هل سنحدق بها مطولا أزرق من وراء هنان أرجوك يا هنان لا تؤذي الطفلين فتعرك ليس معهما هنان وهي تبتسم باستهزاء وتحدق باء جريرة المرتعبة سأعطيك فرصة لأقناعها بترك طفليها كي تموت لوحدها أزرق وهو يدخل المنى ويتحدث بالفارسية لام جريرة بتوتر أعيدي طفليك إلى مطجعه ولن يصاب بسوء جريرة وهي تبكي بقوة اتركونا وشأننا ليق مين أزرق بتوتر حاولي أن تفهم الطفلان في خطر ويجب أن تعيديم إلى مطجعهما جريرة تبكي بقوة وتحتضن طفليها بشدة هنان بسخرية الحمقاء لا ترغب في الرحيل عن هذا العام لوحدها لنحققها رغبتها أزرق وهو يلتفت على هنان باسطا ذراعيه بغضب لا هنان بوجه عابس هل تعترض طريقيا أزرق أزرق لقد فقدت عقلك وثأرك أصبح شيئا بشعا جدا هنان بغضب وبوجه صارم منذ متى كان الانتقام شيئا مبهسا قيادوه اندفعت عصبة هنان وقيدت أزرق وسحبته خارج المن وهو يصرخ كالمجنون هنان وهي تنظر لام جريرة المرتعدة ضعي الطفلين في مطجعهم جريرة تعانق الطفلين بقوة وتغمد عينيها وتبكي هنان موجهة كلامها إلى شيطان الحرم أخيرها ما قلته لها للتو شيطان الهرم وهو متقرفس تحت أقدام هنان بالفارسية مبتسم ومغيرا لكلام هنان لو أعدت الطفلين إلى مطجعهما سوف تذبحهما جريرة تشد من عناق الطفلين لصدرها وعينها غارقتان بالدموع أل ميم ممعم هنان هنان وهي تبتسم تشائين وجهت هنان وهي تهم بالخروج من المن شيطان الهرم بتمزيق جريرة مع طفليها هنان وهي تخرج مبتسم من عتبة المن وخلفها صوت صراخ جريرة لقد حاولت معها يا أزرق لكن ذلك كان خيارها أزرق وهو يقف بوجه متبلد وعلى يميئه ضارم وعلى يساره عاشق نورة مبتسمين حل وثاقي هنان وهي تبتسم واو شيطان الهرم يقفز على أكتافها والدماء تغطي فمه وحالبه هل ستؤذيني يا أزرق أزرق بوجه مشمئز بل سوف أدلك على من أفسر قائدة العصبة كي أنتهي منك ومن ثأرك المقيت هنان بوجه متعجب وماذا عن الأخريات أزرق لا يوجد أخريات هنان وهي تصرخ في وجه أزرق ماذا تقصد لا يوجد أخريات بقي أربع منهن أزرق واحدة منهن تقيم مع أفسر أما الأخريات فلم أجدهن هنان وهي تصرخ في أزرق ألاك سملام هل تكذب علي يا ابن وندل لتحمي أيناء جلدتك أزرق بتعجب أيناء جلدي هنان بغضب ألست بفارسي مثلهن أم كنت تعتقد أني لم ألاحظ ذلك أزرق يبتسم هنان بصوت مرتفع لماذا تبتسم هل تسخر مني بارم أنه لا يكذب هنان وتتنفس بثقل أزرق وهو يحدق باء هنان مبتسما بشاء من الشفقة على حاها إبستيك إغمان فاء بستك هنان وهي تبتسم هيا بنا إذا حل وثاقه شف لليفي لكرون وبأس الأسرد وصلت هنان وعصبتها إلى بستيك وتحديدا عند فناء من أفسر حسبا أخبرهم أزرق وعندما وقفوا أمام الباب قال أزرق ماذا الآن يا هنان هنان تحدق بالياب بعينيها البيضاويتين أزرق يراقب هنان هنان تطرق الباب طرقت الباب مرة أخرى فتح الباب هنان تحدق باء أفسار التي فتحت الباب بابتساع عريضة أزرق وبقية العصبة وهم متشكلون بهيئات بشرية يراقبون هنان هنان تحدق باء أفسار أفسار تباغت هنان بعناق وتقبيل وهي تقول بالفارسية أبا كنت لقد اشتقت إليك واحد شف ميم لما تعصاد كانت نزنين في ذلك الوقت خارج المني في السوق تبتع بعض الحاجيات دخلت أفسار إلى المني وهي تشير مبتس لام هنان بالدخول هيا دخلي لم أنت واقفة عند الباب هنان بتعجب لام أزرق ماذا تقول أزرق إنها تطلب منك الدخول هنان والهي مبتهجة هكذا لرؤيتي أفسار بالفارسية وبسعادة كبيرة هيا ما بك ادخل أن وضيوفك هنان وهي واقفة أمام عتبة المني في حالة من الحيرة والتعجب ما بها أزرق يبدو أنها شاخت وفقدت عقلها عاشق نورة هل سنقتل هذه العجوزة العاجزة ضارم شيطان الهرم يدخل المن خلف أفسار أزرق وهو يضع يده على كتف هنان لا فائدة من الثأر منها وهي مبذوه الجالة هنان هنان وهات حد قباء أفسار مبتس قيدها إع نرى دخل ضارم واو عاشق نورة وقيدا أفسار وهي تقول بالفارسية ما بك لم تقيدني أزرق ماذا ستستفيدين من قتلها هنان وهي تدخل المن وتتفحصه بنظرها أين الساقطة الأخرى يا أزرق أزرق بوجه محبط لا أعرف هنان وهي تصرخ فيه أزرق أين هي خلال ذلك الجدال دخلت نازنين المن وقالت بالفارسية من أنتم وماذا تريدون أشارت هنان بمجرد رؤيتها لام نازنين إلى شيطان الهرم بالانقضاض عليها وبالفعل دفع نحوها ودفعها بقوة رمت بها خارج المن وأسقطت ما كانت تحمله من حاجيات صرخت أفسار بالفارسية وهي تحاول التفلت من قبضة بار ماذا تفعلون اتركوا ابنتي خرج الجميع من المن بمن فيهم أفسار المقيدة و ضارم ممسك بها نبط نازنين وعقدت أصابعها وبدأت بقراءة طلسمة لكنها لم تكمله لأن عشق نورة فصل رأسها عن جسدها في لمح البصري تامع مين بدأت أفسار بالصراخ والبكاء بقوة وهي تحاول التفلت من قبضة ضارم فشارت هنان له برأسها وهي تبتسم بأن يطلق سراحها حرر ضارم أفسار وبمجرد أن حل قيدها أجرت نحو جئة نازنين وعانقتها بيد وبيدها الأخرى كانت تبحث عن رأسها كانت هنان تشاهد حالة أفسار عشق القتل عشق نورة مبتسم أليست هي قائدة العصبة أزرق نعم لكنها لا تستحق الموت وهي بهذه الحالة لقد فقدت عقلها ولم تعد تلك الساحرة المخيفة هنان وهي تحدق باء أفسار ببس ساخرة أزرق معه حق عشق نورة مبتس ستعفين عنها إذن أزرق وهو يبتسم قرار حكيم يا هنان العفو عند القوة من صفات الملوك هنان وهاتل تفت إلى أزرق بعينيها البيضاويتين وقد تحولت ابتسامتها إلى تجهم وهل ترى ملوكا أو ملائكة هنا أزرق وهو يحدق باء هنان بتوتر ماذا تقصدين كرة رعص هنان وهي ما تزال تحدق باء أزرق وتوجه كلامها لعصبتها جردوها من ملابسها أزرق ماذا ماذا ستفعلين جردت العصبة أفسار من ملابسها ورفعها وهم نمسكون بها من ذراعيها وهي تبكي وتهذيب كلمات فارسية غير مفهو هنان وهي تنظر لام أفسار ثم تحيد بنظرها نحو شجرة قريبة من المن قيدوها على تلك الشجرة أزرق بصوت مرتفع ماذا ستفعلين سحب ضار أفسار وقيدها على الشجرة هنان موجهة كلامها لام عشي نورة حان وقت الإفاء بوعدك يا عاشق عاشق نورة وهو يحدق باء أفسار مبتسما تقصديق صوتي الجلاد هنان وهي تحدق باء أفسار مبتس لا تتأخر عاشق نورة وهو يبتسم أمهلين ارتداد طرف اختفى عاشق نورة أزرق ما الذي تفعلينه يا هنان هل تنوين جلد هذه العجوز من تارع مطة هنان وهي تصرخ في أزرق هذه العجوز هي من نحرت ضمنة أم نسيت أهل مرهفة أزرق ين رأسه عاد عاشق نورة ووضع في يدي هنان صوتا أسود هنان وهي تقترب من أفسار وتبتسم القوة كل شيء يابنت الفرس وستكونين أنت اليوم عبرة لساقطات فارس بدأت هنان بجلد أفسار بقسوة ومع كل لسعة من الصوت كانت أفسار تصرخ هنان تبتسم بقية العصبة تراقب هنان وهي تجلد أفسار حتى تدخل ضار وأمسك يد هنان فقالت له وهي تتنفس بثقل هل بدأت تحن عليها أنت أيضا مثل المرهف الأزرقي ضارم وهو يبتسم العجوز فقدت الوعي مئذ فترة نظرت هنان إلى أفسار لتجدها بالفعل قد فقدت الوعي هنان وهي ترمي الصوت على الأرض وتعود إلى من أفسار جاء دورك أيها الجني المرهف حل وثاقها وأحرص ألا توت فلم بحن ذلك الموعد بعد عاشق نورة وهو يلتقط الصوت من الأرض ألا ترغبين بقتلها ميم ممعم هنان وهي تدخل من أفسار هناك أشياء أسوأ من الموت وسأحرص أن تراها قبل هلاكها دخلت هنان المنى ودخلت معها عصبتها وذهب أزرق وحل وثاق أفسار وحملها إلى فناء المن حاول أزرق سقية أفسار بعض الماء بعدما أفاقت وبدأت تبذي خلالها ذيان أفسار قالت لماذا يا نزيم لماذا رحلت يا بنتي صعق أزرق عندما سمع اسم نزيم وتذكر الاسم الذي أخرنه به جهنم وبدأ مهز في أفسار ويقول هل زرت جبل آريان من قبل هل أنجبت مولودا هناك لم ترد أفسار لأنها فقدت الوعي مرة أخرى غط أزرق أفسار بغطاء كان بجانيه ودخل على هنان في المن وقال لها هذه المرأة يجب ألا توتيا هنان هنان وهي جالسة وتبتسم بسخرية كنت أعرف أن دمك الفارسية سيحنها عاجلا أم آجلا أزرق بصوت مرتفع أنت لا تفهمين هنان وهي تقف وتصرخ في وجه أزرق بل أنت الذي لا يفهم ولا يريد أن يفهم هذه الساقطة ستموت وبقية عصبتها سأبحث عنهن وسقتلهن حميعا ميم لام أزرق يصمت ويحدق ببدوء في هنان عاشق نورة و ضارم يحدقاني باء أزرق ويبتسمني شيطان الهرم يصعد على أكتاف هنان ويحدق باء أزرق بتجهم هنان تصرخ في أزرق وهي تشير إلى الباب أخرج من هنا لم أعد بحاجتك أيها الفارسي القذر أزرق وهو يبتسم ك تشائين هنان خرج أزرق من المن بهدوء عاشق نورة وهو يبتسم بسخرية كنت أعرف منذ البداية أن هذا الجنية لا يمكن الوثوق به بارم ليس كل الجن على شاكلته عاشق نورة وهو يبتسم بالطبع يا شيخ الجن لم أكن أقصدك هنان بتجهم لنخرج وننتهي من تلك الساقطة خرجت هنان وعصبتها خارج المن وتوجهت إلى الشجرة والتجد أفسار بحثت في الفناء وحول المن والتجدها كذلك إن ولم تجد أثرا لام أزرق أيضا فصرخت بصوت مرتفع فعالها الخائن ضارم بوجه عابس يمكنني تقفي أثره هنان وهي تصرخ ماذا تنتظر إذن اذهب خلفه اذهبوا جميعا كرة اختفى أعضاء العصبة وتركوا هان ثائرة وساخطة ما فعله أزرق عادت أفراد العصبة بعد مدة قصيرة وأخبروا هنان بأن أثر أزرق انقطع في منطقة جبلية فأمرتهم بأخذها إلى تلك المنطقة بعد وصوهم بدأت هنان تتفحص المكان والذي كان كالوادي المحلوية بسلسلة من الجبال هنان وهي تحدق حوطا بعينيها البيضاويتين أين نحن ضارم وهو ينظر حوله لا أعرف اسم المكان عاشق نورة يتفحص سلسلة الجبال المحيطة بهم بنظره شيطان الهرمي وهو يصعد على أكتاف هنان جبل آريان هنان جبل ماذا صوت من الأعلى بالعربية جبل آريان رفعت هنان رأسها نحو مصدر الصوت لترى امرأة تلبس حمارا يغطي رأسها هنان بصوت مرتفع من أنت صاحبة الصوت تحدق باء هنان من الأعلى بصمت ضارم بقلق يجب أن نخرج من هنا هنان وعينها ما زالت على المرأة لماذا عاشق نورة وهو يحدق إلى الأعلى لأنك لا ترين ما نراه شيطان الهرمي وهو يحدق لللاعلى حشدة اع مين صاحبة الصوت عود من حيث أتيتم هنان بصوت مرتفع لن أعود قبل أن أحصل على ما أتيت من أجله صاحبة الصوت تختفي وتظهر أمام هنان بسرعة خاطفة هنان تحدق بها بوجه مرتبك صاحبة الصوت وهي ترفع الخمار عن رأسها الكلام موجه إلى شياطينك فقط هنان وهي تشير إلى شيطان الهرمي تخلص منها شيطان الهرمي متسمرا على أكتاف هنان يحدق بالمرأة بقلة هنان بتعجب وصوت مرتفع ما بك تخلص منها صاحبة الصوت وهي تبتسم لن يجرأ على أخذ خطوة واحدة هنان باستغراب لماذا صاحبة الصوت وهي تعيد الغطاء على رأسها لأنك دخلت جهم هنان وهي تصرخ في بارم واو عاشق نورة وهما يحدقان إلى الأعلى وعلى وجهيه ارتسمت معالم التوتر والقلق ما الذي يجري ما بات قفان هكذا جهنم بصوت مرتفع بعدما أدارت ظهرها لام هنان دعوها تراكم بدأت معالم ما كان يراه أفراد عصبة هنان تظهر أمامها أو كانت كرة حشودا ضخن من الشياطين والمردة غطت الجبال حتى قمها أكانت أعدادهم بالآلاف وكانوا جميعا يحدقون باء هنان وبعصبتها جهنم وظهرها مدار لام هنان يمكن لشياطينك أن ترحل أما أنت فلا اختفت جهنم وتركت هنان مع عصبتها هنان بقلق ما الذي يحدث يا بارم بارم وهو يبتسم بحزن لقد وصلنا إلى نهاية أي هنان ماذا تقصد عاشق نورة وهو يحدق بالحشد الشيطاني حوهم نحن محاطون بعدد مهول من الشياطين العلوية ولن نستطيع إيقافهم هنان بحماس سنقاتلهم جميعا بارم ينظر للأرض عاشق نورة يحدق في الحشد الشيطاني مبتسما شيطان الهرم ينوم على أكتاف هنان هنان تبتسم بحزن لأنها أدركت أن عصبتها ليست كافية لتركي على هذا الحشد الشيطاني الكبير وأنهم لا يرغبون في الموت خاصة بعدما أعطتهم جهنم خيار الرحيل جهنم وهي تظهر في الأعلى موجهة كلامها لعصبة هنان هذه فرصتكم الأخيرة للرحيل اتركوا الفتاة وارحلوا رقعوا ميم ممعم هنان بعينين دامعتين أحررك جميعا من عهدكم معي ضارم وهو يلتفت إلى هنان ماذا؟ عاشق نورة لام هنان وهو يحدق باء جهنم لكنك لم تنتهي من ثأرك هنان وهي تدمع وترفع رأسها وتلقي نظرة بعينيها البيضويتين على حشود الشياطين فوق قمم الجبال ولن أنتهي منه أبدا شيطان الهرم يسير ويقف أمام هنان ويبسط كفه أمامها الجعران والمخاتم هنان تبتسم وتخرج الجعران الحجرية والخاتم الأخضر من جيبها وتضعه في يد شيطان الهرم شيطان الهرم يختفي ضارم وهو ينظر مبتسم لام عاشق نورة الذي كان يحدق باء جهنم لم ترحل أبها الشيطان عاشق نورة وهو يحدق باء جهنم مبتسم أمقذر رحيلك أيها الجني ضارم يبتسم لام عاشق نورة هنان تلتفت إليها وهما يتحاوران عاشق نورة وهو يبتسم وينظر إلى الحشد الشيطاني الذي بدأ يزمجر ألي رو استعدادا للهجوم عليهم الموت ليس داء من وقبيحا هنان وهي تبتسم وتدمع ومتى يكون الموت يلا يا عاشق عاشق نورة وهو يحدق بالحشد الشيطاني من تفرقهم الحياة يوما سيجمعهم الموت إلى الأبد عندما نموت فيه سبيل ما نؤمن به وقتها يكون للموت حلاوة لا مثيلها هنان ودموعها بدأت تتحول إلى بكاء خفيف وبواذا تؤمن عاشق نورة وهو ينظر إلى الحشد الشيطاني بأنني سألتقي باء نورة بعد قليل ضارم وهو يرفع نظره إلى الحشد الشيطاني وأنا بالحمقاء خود هنان وهي تدمع وتبتسم وتنظر إلى الحشد الشيطاني معهم وأنا بأخواتي عاشق نورة وهو يلتفت على هنان و ضارم مبتسا ماذا ننتظر إذن هنان وهي تخرج الخاتم الأبيض من جيبها وتمسح عليه ننتظر الملكة لا ليكرون خرج الشيطان الأسير وهو يصرخ بقوة ووقف بجانب هنان وهو يقول لك واحدة هنان وهي تدمع وتبتسم قاتل معنا أيها الملك رفعت جهنم يدها وصرخت أبيدوهم عاد دادال كمممعم هوك البوكا اندفعت حشود الشياطين التي كانت بالآلاف نحو هنان وعصبتها وكان صدامهم الأول مع ضارم وعاشق نورة حيث قام الشيطان الأسير برفع هنان ووضعها على كتفه والتراجع إلى الخلف للحاية هنان من الجحافل المندفعة نحوها أن الشيطان الأسير هنان على الأرض وقال ابقي خلفي ولا نتقدمي هنان ألن تقاتلهم الشيطان الأسير سيأتون لقبرهم بعد قليل بدأ ضارم بالقتال وسقطت على يديه أعداد كبيرة من الشياطين لقدراته على التحرك بسرعة خاطفة بينهم وبتوجيه ضربات قاتلة لهم لكن كثرتهم وتكالبهم عليه وكون معظمهم من الشياطين العلوية لم تمكنه من الصمود طويلاء وبدأ بالتقهقر جراء بعض الهجمات التي لم تكن لتصبه لولا كثرة الشياطين المحيطة به اضطر ضارم بعدما بدأت قواه تخور للتوجه إلى سفح جبل كان قريبا منه ليرى كهما دخل لام سم لام ممعم به وتوارى عن الأنظار إليلتقط أنفاسه ويعود لأرض المعركة وقفت الشياطين التي كانت تلاحق ضارم خارج ذلك الكهف حتى صرخ أحدهم وقال لندخل وراءه بدأت بعض الشياطين بالاندفاع نحو الكهف وبمجرد دخوها بدأت صرخاتمهم ترتفع وتزرع الخوف داخل الشياطين التي كانت مترددة من الدخول لم يستمر صمود ضارم داخل ذلك الكهف الصغير طويلا حتى دخل عليه اثنان من المردة الضخام ويدأ القتال معهما حتى دفعه للخروج بعدما نزف لفترة من جراحه السابقة وفقد معظمة قوته وقف ضارم خارج مدخل الكهف وهو يترنح ليسقط بضربة غادرة أتته من الخلف تلاها هجوم هئات من الشياطين التي استغلت سقوطه ومزقته لأشلاء وكانت آخر جملة قاهها لا تتأخر يا عاشق عاشق نورة في ذلك الوقت لم يكن بحال أفضل فقد تعرض للكثير من الضربات القاتلة بعد قتله للكثير من الشياطين التي حاصرته وبدأت تدن منه ببطء عندما رأت قوته وصموده الغريبين أمامها نظر عاشق نورة وهو يتنفس بثقل إلى الحشد الشيطاني الضخم الذي كان يقترب منه من جميع الجهات وقال مبتسم وهو ينزف بغزاره شجاعتكم تذكرني بشجاعة الكلاب لا تظهر إلا عندما تحيط بفريسة مصابة لأن كان أحد الشياطين المحيطة باء عاشق نورة وهو يضحك بصوت مر تفع وفريسة اليوم شات مصابة وتنزف عاشق نورة وهو يخرج صوت الجلاد بل ذئب مصاب لا يباب الموت بدأ عاشق نورة بجلد الشياطين التي كانت تحيط به وبدأت تتساقط مع كل جلدة من صوته لكنه فوجيء بشيطان ضخم يندفع نحوه من الخلف ويسقطه أرضا ليسقط الصوت من يده ولتندفع بقية الشياطين نحوه وهو طريح وتمسك بأطرافه الأربعة وتسحبها وتفصلها عن جسده في آن واحد بقي عاشق نورة ينزف على الأرض بغزارة ويحدق بالسماء مبتسما ويقول لو كنت أعرف أن تمزيق الأعضاء مؤلم لهذا الحد لفعلت ذلك في بني سحيان بدل قطع رؤوسهم فارق عاشق نورة الحياة يعد هذه الجملة بعينين مفتوحتين وبابتس عريضة راقبت هنان ما حدث مع بارم ومع عاشق نورة بعينين دامعتين وشاهدت الحشد الشيطاي وهو يتوجه نحوها ونحو له عكر الشيطان الأسير بأعداد ضخ وقالت سأقاتلهم معك الشيطان الأسير وهو متشكل بحجم أكبر من أي شيطان في أرض المعركة ابقي مكانك اندفع الشيطان الأسير نحو حشود الشياطين وبدأ بشق صفوفهم بضربات قوية بعثرتهم وأسقطت الكثير منهم قطع عمت الفوضى بين الشياطين التي تفاجأت من قوة الشيطان الأسير الذي بطش بهم بشكل وحشي وقتل منهم أعدادا كبيرة في وقت قصير كانت جهنم تراقب المعركة من الأعلى وعندما رأت ما كان يقوم به الشيطان الأسير سألت أحد الشياطين الذي كان يقف بجانبها وقالت من هذا الشيطان الشيطان لا أعرف يا سيدتي جهنم وهي تراقب لو استمر فيما يقوم به سيقضي على جيشنا بالكامل الشيطان ألا يمكنك ربطه يا سيدتي جهنم لا أظن أني أملك طلس يمكنه تقويض هذا المارد المتوحش الشيطان بذات أمرين عين ميم ممعم جهنم وهي تدير نظرها نحو هنان هاجم الساحرة فهي التي تحفزه على القتال بضراوة الشيطان جميع الشياطين منشغلة مع المارد ولا تستطيع الوصول إليها جهنم سوف أقوم أنا بهذا الأمر اختفت جهنم وظهرت أمام هنان التي تفاجأت لرؤيتها واندفعت نحوها وهي تقرأ أحد طلاسمها لكن جهنم وبحركة بسيطة من يدها طرحت هنان جانبا أتبعتها بطلسم قوي تسبب بإصابة شديدة لام هنان انتبه الشيطان الأسير لما كان يحدث خلفه فعاد أدراجه للهاج جهنم وبمجرد إدارته ظهره لحشود الشياطين هجم معظمهم عليه وأصابوه إصابة بليغة لم يتوقت فيه الشيطان الأسير عن الاندفاع نحو جهنم التي أبتسمت واختفت من أمامه وعادت فوق قاف الجبل حيث كانت الشيطان الواقف بجانب جهنم مبتسم يبدو أن خطتك نجحت يا سيدتي فالمارد بدأ بالتقهقر جراء ما تعرضي له من إصابات ولن يقاوم كثيرا جهنم وهي تراقب الشيطان الأسير وهو يذود عن هنان بثقل وتعب وجيشها يبدأ بالتراجع خوقا منه وججها الجيش بأن يضرب بقوة أكثر قبل أن يستعيد ذلك المارد عفيته ويفكر بلي هروب معها مين الشيطان لقد أصيبت الساحرة إصابة بليغة ويبدو أنها تحتضر ولن تنبو حتى لو هربت مع شيطاها جهنم نفذ ما أمرتك به الشيطان بخوف حاضر الشيطان الأسير لام هنان وهو يتنفس بثقل لن يصل إلي كما دمت أتنفس هنان وهي تجلس بثقل ويدها على جرح غائر في بطنها لكنهم سيصلون في النهاية ألف الشيطان الأسير ماذا تقصدين هنان وهي تتحسس جرحنا آخر ينزف من رأسها ارحل أيها الملك الشيطان الأسير بتعجب أرحل هنان وهي تتوسد صخرة كبيرة خحلفها نعم الأمر قد حسم وموتك لن يفيدني بشيء الشيطان الأسير بغضب الملوك لا مبربون من المعركة هنان وهي تحدق بالحشد الشيطاني الذي بدأ بالتقدم نحوهما معركة انتهت الشيطان الأسير سنعود إلى الجزيرة إذن مات أملك قوة تمكتنا من الخروج من هنا تارون هنان أنت من سيعود فقط الشيطان الأسير ينظر إلى هنان باستغراب هنان وهي تنظر للأرض ونصف وجهها مغطن بالدماء من جرح رأسها لن أهرب من أمامهم كي أموت ميتة ذليلة سأموت في أرض المعركة بعزة كما الأرض التي أتيت منها ذهب أنت ولا تقلق لن أصفك بالحبن أمها الملكة الشيطان الأسير قاف الشجاعتها القدرة على الاعتراف مهزيمتك هنان ترفع نظرها نحو الشيطان الأسير لتشاهده وهو يختفي جهنم من أعلى الحبل يبدو أن الماردة تخلى عنها الشيطان سوف أوجه الحيش بالإجهاز على الساحرة وقتلها فورا جهنم لا سوف أن إليها هنان تستلقي على الأرض وتنزف بغزارة حشد الشياطين يحيطون بها ويدنون منها ويبدأون بضربها بأرجلهم في شماتة ظاهرة صرخة من خلفهم تأمرهم بالتوقف جهنم توقف الشياطين تفتح طريقا لام جهنم نحو هنان ترى تارع مطة جهنم وهي تقف فوق رأس هنان مبتس متى ستتعلمون بألا تطأ هذه الأرض هنان ترفع رأسها النازفة ووجهها المتورمة بصعوبة أنتم من دخل أرضنا وقتل أهلنا أولا جهنم وهي تصرخ بقوة وتضع قدمها على رأس هنان وصنطأها وقت نشاء ولن يمنعنا أحدا هنان تتنفس بثقل وسكرات ألف موت باغتها متى ما وطأتم أرضنا ستجدون في عنق أرضكم نهام تحت أقدامكم جهنم ترفع قدمها وهي متجه هنان تحدث نفسها مبتس وخدها يتوسد الأرض بعيتين دامعتين تحدق بأقدام الشياطين المحيطة بها لقد حاولت يا أخواتي لقد حاولت أزرق يخرج من بين الحشود ويقف بجانبي جهنم ويحدق باء هنان بأسا وهي تحتضر لقد حصلت على مرادك يا جهنم أين أهلي؟ هنان وهي ترفع رأسها بعدما سمعت صوت أزرق وتنظر إليه وتبتسم صفر ارتطاء أزرق بغضب وعيناه تحدق باء هنان وتدمع أين هم يا جهنم أين أهلي؟ جهنم تتجاهل كلام أزرق وتحدق باء هنان وهي تحتضر أزرق ين رأسه هنان تبدأ بالارتجاف وتخرج أصوانا كالحشرجة جهنم تتحدث مع أحد شياطينها روحها تخرج الآن ناولا سيفنا مد الشيطان سيما ووضعه في يد جهنم وعينها مزالت على هنان جهنم حان وقت الرحيل عن أرض الثار المقدسة أيتها العربية هنان تغمض عينيها جهنم موجهة كلامها إلى الشياطين حوى أجلسها على ركبها رفعت الشياطين هنان أأمرتهم جهنم ودنت بجانبها ورفعت السيف فوق عنقها ورأسها للأرض ينزف ويترنح جهنم وهي رافعة السيف فوق رأس هتان هل لديك رغبة أخيرة قبل أن أتوج نصرنا هنان وهي ترفع رأسها بثقل وتنظر بعيئها البيضويتين إلى جهنم وتبسق بعض الدم على الأرض وتبتسم ثبات كلماتك لا تعكسها رشفة يديك واحد أنه ثم تجهمت جهنم ثم تحول تجهمها لابتسا خبيئة وقالت وهي تناول السيف إلى أزرق أنت من سيقوم بذلك أزرق بتعجب وبصوت مرتفع أنا لماذا أنا جهنم وهي تزال تمد السيف لام أزرق وعينها على هناني ثمن معر فتك لمكان أهلك هو بتنفيذ ما آمرتك به يا ابن وندل أزرق ينسك السيف بتردد وبيد ترتجف جهنم وهي تبتسم نفذ أمر أيها الجني الأزرق أزرق يحدق باء هنان وأعينهم غارقة بالدموع هنان تبتسم لام أزرق وتومئ برأسها بالموافقة أزرق يدن إلى جانبي هنان ويقف عند رأسها جهنم بغضب وبصوت مرتفع ما بك نفذ أزرق وهو يرفع السيف بتردد فوق عنق هنان ويداه ترتجفاني وعيناه تدمعاني أخبري ضنة أني أحبها هنان وهي تن رأسها وتغمض عينيها وتبتسم سأخبرها فقط لا تدفني في هذه الأرض اللعينة إذ كميمتا رعصا أن أزرق حد السيف على عنق هنان وفصل رأسها عن جسدها جهنم وهي تبتعد عن المكان مبتسم جبال الملح في السندي أهلك محبسون في قاف كهف في تلك الجبال اختفت جهنم ومعها ما تبقى من حشدها الشيطاني خرج مجموعة من الجن الأزرق وجلسوا بجانب أميرهم دون أن يتحدثوا معه بعد مدة تكلم أزرق وقال أجمع قومنا لنرحل زمرك إلى أين يا سيدي أزرق وهو يحدق بجثة هنان إلى جبال الملح اختفى جميع من كان حول أزرق ماعدة زمرك زمرك هل ستأتي معنا يا سيدي أزرق وهو يحمل جثة هنان ورأسها سألحق بكم زمرك بتوتر هل تأذن لي بسؤال يا سيدي أو إيماري أزرق وجئة هنان ورأسها بين يديه ماذا تريد زمرك بتوتر هذه الفتاة أزرق وهو ينظر لرأس هنان ماءها زمرك وهو ينى رأسه للأرض على خدها الوسم الأعلى للجن الأزرق ألم يكن من الواجب علينا حمايتها أزرق وهو يحدق بعيني هنان البيضاويتين المفتوحة بحزن لا أحد يستطيع حمايتك من نفسك زمرك ورأسه للأرض أزرق ارحل الآن اختفى زمرك وتوجه بعدها أزرق إلى جنوب جزيرة العربي وتحديدا عند بيت أهل هنان ودفنها عند الشجرة الكبيرة نينا واحد ليكرون رياح نسياني رجل من بدو الصحراء يدخل خي شيخ مع ابنته الصغيرة يقبل يد الشيخ ويجلس بجانبه البدوي يفرق يديه بتوتر الشيخ هاتي ما عندك البدوي نحن يا شيخ من بدو الشمال وأتينا نبحث عندك عن علاج لريض الشيخ ما علته البدوي هي امرأة وجدناها قبل عامين تقريبا مرمية في الصحراء وكانت مصابة بطعن في بطنها نظن انقطاع أقن أغار على قافلتها نمى سم الشيخ أنا لا أطبب الجروح البدوي نعرف يا شيخ لقد علجناها وأخذناها معنا وعاشت بيننا الشيخ ما علتها إذن البدوي أنها لا تتحدث ولا تشاركنا بشاء سارحة وفاقدة لعقلها ولم نجد لحالتها علاجا حتى أخبرني عابر سبيل مر ببادتنا قبل أيام عنك وعن علاجك بالحناء وأنك عالجت حالات كثيرة مثل حالتها الشيخ ولم يحرص على علاجها البدوي المرأة كبيرة في السن ولربما عشيرتها أو أولادها يبحثون عنها الشيخ أين هي البدوي في الخارج الشيخ أحضرها البدوي وهو يخاطب أبنته أحضر عمتك يا عمرت خرجت الصبية وعادت وهي تسند على كتفها امرأة ناهزة السبعين من العمر يتبعها فتى صغير لم يتجاوز ثرانية أعوام ممسك بردائها واحد كهل خرى لام مطاط عم الشيخ وهو ينظر إلى الصبي ويوجه كلامه إلى البدوي هل هذا أبنك البدوي وهو يبتسم لا هذا الصبي كان معها عندما وجدناها الشيخ باستغراب لام لم تسألوه عنها وعن قبيلتها البدوي وهو يحدق بالصبي هو الآخر لا يتكلم ومهها حاوثنا التفاهم معه لا يفهم علينا ولا يجيبنا ابنتي عمرت تسميه شبث لأنه دائم متعلق بتلك العجوز وملازم لها الشيخ وهو يشير إلى العجوز أجلسها أمامي أجلست عمرة العجوز أمام الشيخ الذي وضع يده على رأسها وقال من أنت ومن أي العربي تنحدرين العجوز وهي سارحة في الأرض بفم مفتوح والصبي متشبث بها أعاد الشيخ السؤال أكثر من مرة ولم يجد إجابة فقال له البدوي لقد حاول كثيرا لكنها لا تجيب أحدا وبالكاد نستطيع إطعامها وسقيها كي لا تموت الأوه زر لام تارعي الشيخ وهو يرفع يده عن رأس العجوز ويحدق بها علاجها سيأخذ يومين البدوي خذ كل الوقت الذي تريده الشيخ سأحتاجك أنت وابنتك كي تساعدني حضر الشيخ تلك الليلة خليطا من الحناء وبدأ يرسم على جسد العجوز طيلة الليل على ظهرها وبطنها وعلى وجهها وعنقها وعلى قدميها وفخذيها وعلى يديها وذراعيها الشيخ موجها كلامه إلى عمرة لقد انتهيت ألبسيها ملابسها وغطيها خرج الشيخ من الخي ولحقت به عمرة وجلس أمام النار حيث كان البدوي ينتظر البدوي ماذا الآن يا شيخ الشيخ وهو يفرق يديه في التراب نتنظر حتى الغد وسنرى البدوي موجها كلامه إلى عمرة نامي مع عمتك ولا تتركها لوحدها عمرة أمرك يا أبي نه أسار لام رعى صاد دخلت عمرة الخي وعاونت العجوز على الاستلقاء وغطتها وو شبث يراقبهها عمرة استلق بجانب العية شبث أم أنك ستبقى مستيقظا طيلة الليل كعادتك شبث يستلقي بجانب العجوز ويمسك ببها عمرة تبتسم وتستلقي بجانبه وتغمض عينيها خارج الخيمه وخلال جلوس البدوي والشيخ أمام النار البدوي شكرا لك يا شيخ على مساعدتك الشيخ وهو يقلب النار باء هناك شيء غريب في تلك المرأة البدوي باستغراب ماذا تقصد يا شيخ الشيخ عندما كنت أنقش الحناء على جسدها لاحظت أنه ممتاء بالندوب والأوسي البدوي باستغراب أوسو الشيخ نعم أوسو أوسو لا تحدثها إلا الطلاسم البدوي طلاسم الشيخ أعتقد أن ضيفتكم ساحرة وأت إم لام مطاط رعي صري البدوي وعلى وجهه بدى القلق والتوتر ساحرة عمرة تنادي أباها بصوت مرتفع أبي أبي ألاع تحدثت نبض البدوي مع الشيخ بسرعة ودخل الخي على عجالة ووجد عمرة وو شبث وقفين عند رأس العجوز يحد قانمها جلس الشيخ بجانب العجوز ووضع يده على كتفها وأجلسها الشيخ من أنت وما هي قبيلتك العجوز وهي سارحة الشيخ بصوت مرتفع قليلا من أنت وما قبيلتك البدوي موجها كلامه إلى عمرة هل أنت متأكدة يا بنت أنها تحدثت عمرة نعم متأكدة قالت شينان ميم أفهمه البدوي ماذا قالت الشيخ وهو بز كتف العجوز بقوة ويصرخ فيها من أنت وما قبيلتك العجوز تقبض علق الشيخ بقوة وتقول أنا من ستكون نهايتك اليوم على يدي شبث يقفز ويجري مسرعا نحو قدمي العجوز ويبدأ بتقبيلهم وهو يقول خادمك إلى الأبد خادمك إلى الأبد عاد عاد جدا